السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً أصدقائكم تابعي قناة رحلة تيفي للأسف خرجت علينا مستشارة جماعية تنتمي لحزب رئيس الحكومة أخ النوش لحزب التجمع الوطني للأحرار لتصف المغاربة الذين أنهكهم الغلاء وأعياهم ارتفاع الأسعار فطالبوا برحيل أخ النوش تحت وسم إرحل أخ النوش أو أخ النوش إرحل خرجت هذه المستشارة الجماعية لتصف هؤلاء بالكلاب قائلتان القافلة تسير والكلاب تنبح ونشرت تحت عنوان مستشارة في حزب أخ النوش تصف المغاربة الذين طالبوا برحيله بالكلاب نشر موقع هوية طريس مادة جاء فيها أثارت المستشارة في حزب تجمع الوطني للأحرار منال بن صالح المغاربة بعدما وصفت من انضموا لحملة نشر وسم أخ النوش إرحل بالكلاب ونشرت بن صالح في حسابي على فيسبوك صورة لرئيس الحكومة عزيز أخ النوش مرفقة بخبر عن إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج أورش وهو الصورة مرفقة بالتعليق تالي رئيس الحكومة عزيز أخ النوش يشرف على إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج أورش في 28 إقليما وعمالة علقت على هذه الصورة بقولها ملتزمون بالتنمية القافلة تسير والكلاب تنبح وتابع الخبر وملاء منال بن صالح هي مستشارة جماعية عن حزب أخ النوش بالمجلس البلدي أولوز ونائبة رئيس المجلس مجلس الإقليم تارودانت نائبة رئيس مجلس الإقليم تارودانت ومع ذلك بهذا المستوى وبهذه المسؤولية وتصف المغاربة الذين يعبرون عن مطلبهم بتخفيض الأسعار من خلال إرحى الأخ النوش يعني إرحى الأخ النوش أو حملة إرحى الأخ النوش القصد منها والمطالبة بخفض الأسعار وبخفض الأثمنة المواد الأساسية التي صارت ترهق كاهلة المغاربة خصوصا الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة وتابع الخبر وكان عدد كبير من المغاربة أطلقوا حملة للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عز أخ النوش بعد الارتفاع الكبير للأسعار خصوصا أسعار المحروقات التي تتسبب عادة في ارتفاع أسعار كل المواد ونشروا أيضا وسم لا لغلاء الأسعار في المغرب أتعليقي أنا على هذا كيف لمستشار جماعي ويتمثل المغاربة هي ما صارت بهذه المسؤولية إلا لأن هناك من صوت عليها حتى تمثله في مجلس المستشارين وتمثله لتلبية مطالبه ولتتحمل معه كل هموم وكل قضاياه فإذا كان من سنصوت عليه سيصفنا بالكلاب وبأن قافلة أخ النوش السائرة في إطار زيادة في إطار ما يتقل كاهلة المغربي كيف من صوت عليك أيها المستشارة تصفينه بالكلب إلا إن كان حق لك ذلك إذا رأيت أن أولئك الذين قد أنجحوك وأصعدوك إلى ذلك المنصب وإلى تلك المسؤولية هم حقيقة ليسوا إلا كلاب إلا إن كان هذا ونحن نستبعيد لأن الإنسان يتنزى عن مثل هذه الأخلاق وعن مثل هذا الكلام النابي والكلام الذي لا يليق بإنسان عادي فكيف إذا كان مسؤولا تعليقا على هذا كتب الناشط والفعل الجمعوي جلال عويطة تعليقا نشره في حسابه على فيسبوك جاء فيه النقاش حول الحصيل الحكومية نقاش في صالح المغرب وتقدمه وتنميته ونهضته وانتقاد مظاهر الغلاء وبعض إجراءت الحكومية أمر طبيعي وهو من صميم العملية السياسية ومن حق أي مغربي في إطار المسموح به التعبير عن ما يرىه مناسبا ومن حقي كذلك الحديث عن الأسعار وعن التلقيه وعن السياسة وعن الفلاحة وعن الجفاف وغير ذلك ومن حقي أن تجيبه الحكومة بشكل واضح عن كل تساؤلاته وهذا موجود في أعتد ديمقراطيات أتفهم ما يقع في مواقع التواصل وهذا الشيء طبيعي طبيعي جدا في غياب سياسة تواصلية من الحكومة لكن أن تخرج مستشارة جماعية محزوبة عن حزب التجمع الوطن الأحرار بهذا الأسلوب المنحطي جلال عويطة يصف الأسلوب بالمنحط لمخاطبة المغاربة التي فيهم قامات علمية وفكرية وكفاءات وطلبة وباحثون ويمارسون حقهم الدستوري في التعبير بشتحاول تبرر الإجراءات الحكومية فهذا غير مفهوم وغير مقبول غير مقبول نهائيا ومشي هي اللي غادي تورينا القافلة والكلاب وتسير وتنبح النقاش نقاش سياسي والناس تعبر بصبر وباحترام فلا يمكن أن يتم الرد علم غالبة بهذه الطرق المنحطة مثل هذه الممارسات لا تمثل المغرب الذي نطمح إليه ونريده ومثل هذه اللاكفاءات هي من تؤخر وتخلق البلبلة وتثير التخربيق المغاربة يريدون حوارا جدا بعيدا عن اللغة الإقصائية هذا خطاب الكرة هي مخدمش نهائيا خاصة تعتادر رأى المغاربة مخدمش عندها في الفيرمة صوروا معايا دبهادي نائبة رئيس مجلس إقليم تيرودانت هكذا علق الفاعل الجمعوي والناشطة جلال عويطة عن الطريقة التي عبرت بهذه المستشارة الجمعية التي للأسف تنتمي إلى الحزب الذي يسير الحكومة والحزب الذي يحكم المغاربة في رئاسة الحكومة للأسف 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 ترجمة نانسي قنقر